بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الأحداث التي تجري في سوريا واضح أنها ستكون بداية المعركة قادمة وواضح أن هناك عنصر سيكون مؤثرا في هذه المعركة وهو اشتراك أو مشاركة أطراف عشائرية من العراق في معركة شرق الفرات وأعتقد أن بداية هذا العنصر وهو عوف السلامين سيكون من منطقة الأنبار ومن ثم يكون مركز حكمه في تكريت المهم أنه سيكون عنصر مؤثر في معركة شرق الفرات في سوريا سيكون له سيكون مؤثرا في ميزان القوى في هذه المعركة مع المروانيين مع الأكراد أو بالتالي يمكن أن حتى نتصور أنه قد يكون قد يكون لأكراد العراق مشاركة أيضا في هذه المعركة لكن الواضح أن هذه المعركة سيكون لها موازين قوى مختلفة باعتبارها لن يكون هناك منتصرا فيها وبالتالي ستكون المعادلة وفق ما رسمته الروايات أن هناك قوة ستبرج بسبب هذه المعركة منها هذا العنصر الجديد وهو ممكن أن يظهر في أي مرحلة من مراحل هذه المعركة وهو عوف السلمي عوف السلمي سيبرز أما قريب بعد مشاركة أشائر القبائل العراقية تنتمي إلى قيس ربما مع بقية القبائل السورية في مواجهة في مواجهة قسط أعتقد أن مسألة بروز عوف السلمي هي مسألة وقت وسيكون له تأثير بارز وبالتالي عنده خروج السفياني سينتقم من هذا الشخص عوف السلمي لأنه باعتبار سيكون له نفوذا قويا في سوريا وبالتالي سيكون عقبة أمام تقدم السفياني ومن الممكن أن يقضي عليه بسبب بسبب كونه يمثل عقبة أمام نفوذه في سوريا وفي العراق عوف السلمي لم ترد فيه رواية كثيرة وأولدت فيه رواية واحدة وأعتقد أنه سيكون حالة طارئة في المشهد في المشهد القادم وأعتقد أن هذه الأحداث أحداث سوريا الحالية المعارك المحتجمة الآن بين المجلس العشائري وبين القصد ستكون مقدمة لمعركة أكبر لأحداث أكثر خصوصا أن العراق قريب من هذه المنطقة سيكون هناك أحداث في الإقليم السني وينعكس هذه الأحداث أيضا على على السلطة وعلى مجريات العملية السياسية والانتخابات القادمة ربما في العراق ننتظر ربما ستكون هذه الأحداث هي الأحداث المتقاربة مع بعض النصوص ننتظر معكم والسلام عليكم ورحمة